بكرة ساعة 2.30 2.30 زهراً القمة المصغرة الأهل والزمالك الشباب موليد 97 مباراة مهمة في ميت عوبة في ملعب نادي الزمالك الأهل بيحل ضيفاً على شقيقه المباراة كانت مؤجلة من يناير الماضي حتى مباريات الناشئين بتتأجل بس ماشي إنما الفارق في هذه المباراة الأهل بيحتل صدارة هذه البطولة بطولة الجمهورية للشباب أو دور الشباب لأنه دور الزل اللي بعد الفرين أول على طول موليد 97 الأهل عنده 66 نقطة في الصدارة فاز في 21 مباراة اتعادل 3 مرات فقط ولم يتلقى أي هزيمة عنده 57 هدف واهتزت شباكه 12 مرة فقط اللي بينافس الأهل بشكل مباشر المقصة عنده 53 يعني الأهل الأول عنده 66 المقصة الثانية عنده 53 الزمالك في المركز 11 وعنده 29 نقطة الأهل 66 نقطة الزمالك 29 نقطة ورغم هذا هي مباراة قيمة بحكم قيمة النديل لا لا طبعا شمضمونة وأنا بقولك هتشوف مستويات مختلفة لكن المبشر في المسألة دي يا جماعة دول موليد 97 الأهل عنده عدد كبير جدا ما شاء الله لعل ده الطرحة الكبيرة قوي في تاريخ يمكن الكرة الأهلوية منذ سنوات إنك تلاقي سنة واحدة فيها كمية هذا العدد من اللعيبة الموهوبة المتميزة لو خدنا بالنا إنه عدد كبير من موليد هذه السنة موجودين في الفريق الأول من رمضان صبح لنصر ماهر لكريم ندفد العدد كبير غيرهم حتى صلاح محسن المشترى من الانبي في نفس السن فأنتم متخيلين تم إعارة عمار حمدي وتم إعارة أحمد حمدي وتم إعارة أحمد ياسر ريان كل دول موليد 97 لكن برغم كل ده وعمر ردوان الجون والجزار برغم كل هؤلاء اللعبين المتميزين اللي بلعبوا في الفريق الأول والمعارين لا فريق الشباب في الأهلي اللي بيقودوا الكابتن عمر أنور اللي تسلم المهمة بعد الكابتن عدل عبر أحمن حق كل هذه الانتصارات بتفوق كبير جدا ده اللي خلينا أكثر اطمئنانا على مستقبل الكرة الأهلوية القريب إن شاء الله